أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي أليكساندر لوكاشينكا أن البلدين سيواجهان كل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الاتحادية التي تضمهما كما أكد الرئيسان عقب محادثاتهما في مينسك أن العلاقات بين البلدين تتطور بسرعة وتحمل إشارات جدية إلى مستقبل كبير المزيد في تقرير مفادنا فاسيلي يوريومينكا من مينسك مينسك عاصمة بلاروس هي محطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأولى في جدول زياراته مستهل فترته الرئاسية الثالثة بوتين تنول في محادثاته مع نظره البيلاروسي أليكساندر لوكاشينكا مسائل العلاقات الثنائية كافة مشددا على أن تنفيذ المشروعات المشتركة ولا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة ذرية بلاروسية سيدخل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة نتوقع ثمارا كبير من تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة وبناء الآلات والتكنولوجيات الحديثة وفي هذا الصدد نشير إلى الأهمية الخاصة لمشروع بناء محطة كهر ذرية لديها كل الفرص لتصبح أكبر وأحدث مشروعا في تاريخ العلاقات الثنائية الرئيس البلاروسي بدوره قال إن زيارة الرئيس بوتين إلى مينسك إشارة إلى مستقبل جديد ينتظر العلاقات بين الدولتين مشيرا إلى أن هدف القمة الروسية البلاروسية يتضخص في جعل حياة الشعبين أفضل أشكركم كثيرا على هذه الزيارة إذ أنها أهم من معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين بلدينا وهذه هي إشارة إلى أن أمامنا مستقبلا كبيرا إننا اجتمعنا مع الرئيس الروسي لجعل حياة شعبين أفضل القمة الروسية البلاروسية أولت اهتماما خاصا لمسائل الاندماج الأوروأسيوي وإنشاء اتحاد اقتصادي أوروأسيوي الرئيسان أكد عدم وجود أي خلافات بينهما في هذا الشأن مشيرين إلى أن إنشاء هذا الاتحاد مسألة الوقت فقط فلاديمير بوتين في أول زيارة رئاسية خارجية له إلى جمهورية بلاروس زيارة وصفتها المحافل السياسية بأنها ذات مخزن ولسيما أنها تصب رغم وجود بعض الخلافات في خانة إعطاء حافز جديد للعلاقات الثنائية بين موسكو ومينسك واسيلي ريومنكا روسيا اليوم مينسك جمهورية بلاروس